بعد أكثر من عام على قيام واشنطن بنقل ملف الأزمة السورية إلى موسكو أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لا يثق بتعاون الرئيس الروسي فلاديمير فوتين لحل الأزمة وأضف أوباما بأن الروس عجزون عن ضبط بشار الأسد أو أنهم غير راغبين أصلا بذلك تصريحات أوباما تأتي بعد إعلان وسيط الأمم المتحدة سيفاندي مستورا عن العودة إلى مفاوضات جناب تبعاً لاستئناف المشاورات والمفاوضات أواخر شهر آبا الجاري بعد جولات مكوكية من المحادثات في أكثر من عاصمة وعلى هامش أي مؤتمر دولي بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي لافروف أعلنت واشنطن أنها لا تثق بأن موسكو تريد المساهمة في الحل السوري وكانت واشنطن قد بررت تركها الساحة السورية لموسكو والتي وصلت إلى حد الاجتياح العسكري والقصف الجوي اليومي وبأن موسكو هي الوحيدة القادرة على إحضار بشار الأسد إلى طاولة المفاوضات قبل أوباما بشهر كان الأسد قد قال في حديث صحفي بأنه لم يسمع من المسؤولين الروس أي حديث عن حل الأزمة أو الانتقال السياسي وقتها لم تقم وزارة الخارجية الروسية بنفي أو تكذيب تصريحات الأسد هذه المواقف جاءت للتصب الماء البارد على خطط الأمم المتحدة لعقد جولة مفاوضات جديدة في جينيف أواخر الشهر الجاري أعلن عنها الوسيط ديمستورا بعد جولة قادته إلى موسكو وطهران وقادت نائبه رمزي عز الدين إلى دمشق ولكن ديمستورا لم يستمع إلى أي مقترحات جديدة تساعد في حل حالة القضايا التي نسفت جولة المفاوضات السابقة وسربت مصادر صحفية أن ديمستورا استمع إلى خطة من حلفاء الأسد تتضمن قيام رئيس النظام بتعيين ثلاثة أو خمسة نواب له مع تحديد واضح لاختصاصاتهم وصلاحيتهم مما يجعل الحل أقرب ما يكون إلى مجلس رئاسي ولكن الهيئة العليا للمفاوضات رفضت بعد اجتماعات في تركيا هذه الأفكار وأكدت أن حلا كهذا يجعل المسار السياسي كله رهينة بيد الأسد إضافة إلى أن هذه المقترحات تتجاوز بما لا يقاس الحديث عن بقاء الأسد ضمن المرحلة الانتقالية وكانت مصادر أممية سربت بأن موسكو رفضت أن يكون هذا التعيين ضمن إطار قرار أممي تحت الفصل السابع وكانت موسكو تريد إيصال الأسد إلى مفاوضات جينيف ومعه ورقة حصار الأحياء الشرقية في حلب مع التهديد بإخلاء حلب الشرقية من المدنيين والمقاتلين بعد معارك الكاستيلو ولكن الأمم المتحدة ولا عكس ما جرى في اتفاقية حمص لم تساند الخطة الروسية وطالبت بتعديدها ولكن يبدو على أي حال أن تقدم الثوار في مناطق جنوب حلب واقترابهم من فك الحصار وربما حصار المناطق التي يسيطر عليها النظام ستقلب معادلات جينيف وفق تصورتها الراهنة إذن مشاهدين أناقش هذه التطورات مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد صبر عضو وفد التفاوض طبعا إلى جينيف مساء الخير السيد محمد مساء الخير بداية هل هناك مفاوضات في شهر أب؟ هل لنك عودة إلى جينيف مجددا؟ قبل سؤال أنه هل هناك عودة أو لا؟ هل هناك بيئة صالحة للعودة للتفاوض؟ هل هناك جدير من قبل المجتمع الدولي لإنجاح هذه المفاوضات في حال تم عقدة؟ حتى اللحظة لا يوجد مثل هذه الجدية لم نلمس هذه الجدية لا على مستوى الدول الفاعلة ولا على مستوى حتى دول الإقليم الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم على الإطلاق أي مساهمة حقيقية خلال السنوات الخمس في الضغط من أجل إنجاز حل سياسي نحن نعلم منذ البداية منذ بداية الثورة السورية كان هناك لاءات أربعة رفعها الرئيس أوباما إدارة الرئيس أوباما وإن لم يصرح بها هذه اللاءات كانت تتعلق بلا تدخل عسكري لا سماح بإسقاط النظام عسكريا في سوريا لا سلاح نوعي للثوار ولا ضغوط جدية من أجل إنجاز حل سياسي نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتلطى وراء الموقف الروسي كما قال سيد أوباما البارحة بأن الروس عاجزين أو أنهم لا يريدون الضغط على بشار الأسد نعلم بأن هذا الكلام غير صحيح الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف بشار الأسد عندما قالت هيلاري كلينتون في 23 سبعة عام 2011 في أول تصريح لها ما يتعلق بالثورة السورية قالت بأنه على بشار الأسد أن يفكر بأنه يمكن الاستغناء عنه هذه الدلالة التي قالت هيلاري كلينتون للأسف تثبت بأن بشار الأسد كان أحد الركائز الأساسية في السياسة الأمريكية في المطقة نعم يعني لا يوجد تعويل على الولايات المتحدة ولا حتى يوجد ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ليس بجديد من قبل المعارضة ولكن أستاذ محمد نحن نسمع كل هذه التصريحات التي يعني تتحدث عن عودة المفاوضات من جديد إذ كان من قبل ديمستورا وزيارة الأخيرة إلى طهران إذ كان من قبل أيضا النظام الذي أبدأ سعداده للعودة إلى المفاوضات لكن المعارضة هي الجهة الوحيدة أو الوفد التفاوضي تحديدا اللي ما سمعنا تصريحات واضحة بخصوص إذا كانوا سوف يعودون إلى المفاوضات إذ كان هناك كما ذكرت مفاوضات أم لا نحن لا ثقة لدينا بإدارة الرئيس أوباما وليس الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كدولة لها سياساتها لكن إدارة الرئيس أوباما حقيقة لا أقول بأنها خذلت السوريين هي خذلت قيم الحرية التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فيما يتعلق بمسألة العودة للتفاوض أو عدم العودة للتفاوض الآن كل الطروحات التي تطرح على الأطراف حول مسألة العودة إلى جينيف تتعلق فقط في محاولة رسم خطوط رئيسية تلزم الإدارة الأمريكية القادمة باتجاه معين للحل وهذا ما تخشاه الهيئة العلية للمفاوضات نحن نتحدث الآن عن إدارة أمريكية عمرها الفعلي التنفيذي هو أقل من شهرين فقط من الزمن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في حالة إجازة الإدارة الحالية لأنها لا تستطيع هي محاولة لتمرير الوقت فقط لتمرير الوقت من ناحية ومن ناحية ثانية لمحاولة وضع اتجاهات منذ الآن بسياق الحل السوري تلزم الإدارة الأمريكية القادمة أيا كانت سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية ماذا عن مجموعة الاتصال بشأن سوريا وماذا عن الجهود الأممية ماذا عن كل هذه الأمور هل فقط الأمر المتعلق للأيس المتحدة وروسيا للأسف الوضع الحقيقي يعني هو خارج الإعلام ما نسمعه في الغرف المغلقة من قبل كل الأطراف الاتحاد الأوروبي يشعر بخضلان يشعر بحالة عجز الجميع دائما يكرر نفس المقولة نحن نريد أن نساعدكم لكننا لا نستطيع أن نفعل شيء في ظل موقف الإدارة الأمريكية الحالية الجميع يشعر بأنه مقيد يديه كما قلت لك كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية هي الممسكة بالملف أكبر دليل على ذلك عندما أرادت من بشار الأسد أن يسلم السلاح الكيموي لم يستغرق هذا الأمر معها سوى خمسة أيام لم تتفاوض معه فقط أعطته الإندار واكتفت بأن تنتظر هذا الرد ورد بشار الأسد في أقل من خمسة أيام بتسليم السلاح الكيموي وتقديم كل ما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية للأسف كل الأطراف الآن المعنية حتى الدول العظمى نحن في بعض الأحيان نعيب على المعارضة أنها عاجزة أنها لا تستطيع أن تفعل أنها إلى آخرين نحن نقول حتى الدول العظمى الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي تشعر بنفس حالة العجز وبنفس حالة الضياع هي لا تعرف حقيقة ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تعرف السياسات التي تبني عليها الولايات المتحدة الأمريكية رؤيتها للمنطقة أستاذ محمد تعليقك على موضوع الذي طرح خلال الفترة الماضية فكرة النواب الثلاث لبشار الأسد وعودت هذه الفكرة هذه المرة وملفت هذا الشيء من الجانب الإيراني تحديدا القصة بدأت حتى نشرح للسوريين ماذا حدث بالتفصيل القصة بدأت في شهر آذار من عام 2014 كان السيد الأخضر الإبراهيمي هو المبعوث الخاص لأمين العام للعالم المتحدة وبعد فشل مفاوضات جينيب التي انتهت في 17 باط من عام 2014 قام السيد الأخضر الإبراهيمي بزيارة إلى طهران وحمل من طهران إلى القمة العربية التي عقدت في الكويت في آذار في نهاية شهر آذار من عام 2014 حمل مشروعا إيرانيا من أربع نقاط وسمية مبادرة طهران وتم رفضه من قبل الدول العربية وتم رفضه بالكامل من قبل المعارضة السورية ومن ثم استقال الأخضر الإبراهيمي لماذا يطرح مجددا؟ الآن ما طرحه السيد ديمستورا ليس في الجولة الماضية والجلسات الماضية وإنما الجولات التي قبلها قال بالحرف الواحد في قاعة التفاوض ولم تكن مشروعا للنقاش قال هناك فكرة من أحد المستشارين هذا ليس طرحي لا أتبناه ولا أطرحه عليكم هذه الفكرة من أحد المستشارين تقول بأنه يمكن للمعارضة أن تعين ثلاث نواب للرئيس في مرحلة انتقالية إلى آخر هذا الكلام ونحن رفضنا مناقشة هذا الموضوع حتى لم نعترض لأننا قلنا بأن هذا الموضوع أصلا غير قابل للنقاش حتى نناقشه هذه النقطة النقطة التي أود الحديث عنها حول مسألة عودة هذا الكلام لنعترف ابتداء بأن جوهر المسألة الآن نقطة الاستعصاء الكبرى في حل المسألة السورية تتعلق بمصير بشار الأسر الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأعود وأكرر بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية للأسف عندما تطلب من المعارضة القبول ببشار الأسد في المرحلة الانتقالية ولو ليوم واحد هذا يعني أولا إعطائه شرعية شرعية كل الجرائم التي ارتكبها في الفترة الماضية هذا يعني إعطائه ضمانة لعدم محاكمته كمجرم حرب هناك أكثر من حوالي 29 تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان وهناك قرارات من مجلس الأمن مثلا قرار 2018 فقرة 15 التي تحدثت عن ضرورة محاسبة من استخدم السلاح الكيماوي وهناك لجنة تحقيق خاصة في السلاح الكيماوي إذن عندما يقال لنا بأنه من الضروري أن يكون بشار الأسد في المرحلة الانتقالية ولو ليوم واحد هذا شرعنا تحصينه شرعنة كل الجرائم التي ارتكبها هذه المشكلة التي لا يمكن القبول بها أود التأكيد على نقطة وأونبه السوريين لهذه النقطة أيضا كل من يطالب ببقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية عمليا هو يطالب بتقسيم سوريا كيف يطالب بتقسيم سوريا؟ لأنه يدرك تماما أن هذا الطرح يعني استمرار الحرب واستمرار الحرب في النهاية الرئيس أوباما البارحة يتحدث عن حرب أهلية ولا يتحدث عن ثورة شعب ضد نظام مجرم ومستبد استمرار الحرب يعني بأن نهاية هذه الحرب ستكون جلوس أطراف تمثل هويات إثنية أو طائفية إلى الطاولة التي تحلها ولن يكون الحل سوى مسألة تقسيم وعلى كله أن أستاذ محمد ألمح إلى هذا الموضوع جون برينن في بداية هذا الأسبوع رئيس الاستخبارات الأمريكية عندما قال ألمح إلى موضوع أن سوريا لن تكون موحدة ذكر هذه النقطة أيضا سؤال أخير لقاء الأسبوع القادم سوف يجمع بين أردوغان وبوتن وهناك الحديث عن تفاهمات عدة أين سيكون برأيك الموضوع السوري وإنعكاسات هذا الموضوع على مفاوضات من جهة وعلى ما يجري في حلب هناك أيضا حديث آخر عن موضوع المنطقة الآمنة التي دائما تركيا تطالب بها والآن التوجه بها إلى روسيا بدلا بما أنه يعني غسلت إديها من أمريكا ومن الأوروبيين قبل حديث عن هذه النقطة بالتحديد حول مسألة اللقاء التركي الروسي لابد من التنويه والتأكيد دائما أن الهيئة العلية للمفاوضات عندما تشارك في مفاوضات جنيف لا تهدف إلى تقاسم السلطة مع بشار الأسر وهي لا تريد كل السلطة هي لا تهدف إلى الاستحوال حتى على السلطة كاملة هي تريد الدفاع عن وحدة سوريا الآن الوحدة الوطنية في سوريا هي المهددة الهيئة العلية للمفاوضات بطروحاتها جميعا هي تحرص على الدفاع عن وحدة الوطن السوري الآن وفي المستقبل ما يتعلق باللقاء التركي الروسي حكما هناك سيكون الملف السوري مطروحا على الطاولة روسيا وتركيا تحاولان الآن إعادة شكل العلاقات جزء منه يتعلق بالموضوع السوري وجزء منه يتعلق أيضا بسياسة حلف الناتو ضد روسيا باعتبار أن تركيا هي الدولة الثانية في حلف الناتو ومن ناحية عدد القوات المسلحة التابعة للحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك ملفات أخرى واعتبارات أخرى تحكم السياسة التركية هذا يتعلق بالمصالح التركية نحن ما يهمنا موقفنا نحن كسوريين يجب أن نحافظ على مسألة أساسية استقلالية القرار الوطني السوري استقلالية قرار المعارضة والثبات عند نقطة أساسية لا يمكن المساس بها هي الحفاظ على وحدة سوريا صحيح تركيا وكل الأصدقاء هل تتخوفون من انقلاف الموقف التركي؟ لا أظن أنه سيكون هناك انقلاف الموقف التركي لسبب بسيط جدا لأن أي انقلاف الموقف التركي أصلا سيعرض لمصالح التركية للخطر يعني المسألة السورية أصبحت مسألة ذات استطالات إقليمية في كل دول الإقليم وبالتالي إذا لم تدعم دول الإقليم ثورة الشعب السوري وسمحت للقوى المتطرفة التي يمثلها بشار الأسد والمشروع الخميني الإيراني من الانتصار في المنطقة فهذا يعني بداية تفكك المنطقة بالكامل وليس فقط سوريا هذا التفكك سيطال تركيا سيطال دول الخليج سيطال أردو وسيطال مصر حتى نعم أنا أشكرك أستاذ محمد صبراء عضو الهيئة العليا للمفاوضات على وجودك معنا في آخر الأسبوع شكرا لك مشاهدين هذا فاصل قصير نستكمله بعده آخر الأسبوع بكم معنا شكرا لك